ومع توترات الجيوسياسية التي شهدناها مؤخراً على ما يكون الملاذ الآمن للمستثمر هو الذهب ولكن كما شهدنا في الأزمة اليونانية وبطبيعة الحال الضربات الإرهابية مؤخراً على فرنسا باريس تحديداً وأيضاً التوترات التي نشهدها في باقي مناطق الأوروبية لم نشهد الذهب يلعب الدور الملاذ الآمن كما شهدنا في السابق ربما بدأ يعتاد على هذه الأزمات ولكن شهدنا تفاعل طفيف في يوم أمس مع سقوط الطائرة الروسية من قبل قوات المسلحة التركية وبالتالي ارتفاعات كانت طفيفة لم نشهد مستويات فوق الألف وثمانين دولار بشكل واضح عادة يتراجع عن هذه المستويات وربما سقف الذهب خلال الوقت القصير هو عند ألف ومئة دولار للأنصة الواحدة ولكن ما إن نشهد تجديد للسياسة النقضية في الوريات المتحدة هذا قد يكون السبب في أخذ الذهب إلى اختبار مستويات الألف دولار للأنصة الواحدة وكسل لهذه المستويات هذا قد يعطي المزيد من الضغط ولكن الأنظار اليوم تبقى متجهة إلى مستويات ألف دولار للمعدن الأصفر